تجدد وهمزة وصل ومساحة من التفاعل نفتحها معكم من الآن وعلى مدار أقل من الساعة نتلقى من خلالها أراكم واتصلاتكم حول موضوع جديد نطرحه للنقاش في كل يوم حلقة اليوم نبدأها بعد الفاصل مرحبا مجددا وقبل أن نبدأ في ترحي موضوع حلقة اليوم نود أن نذكركم أننا بإمكاننا بالتأكيد تلقي آراءكم المختلفة على صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي وهما بالطبع حمزة وصل إيجي على كل من فيسبوك وتويتر إذن مشاهديني اليوم تحل ذكرى واحدة من أشهر البطولات والانتصارات في التاريخ المصري اليوم تحل ذكرى العاشر من رمضان هذه الذكرى وهذا الحدث الذي استعاد فيه المصريون الكرامة قبل الأرض هذا الحدث الذي تجلت فيه أسمى صور الشراكة والتطحية والتكاتف ما بين فئات المصريين المختلفة على اختلاف توجهاتهم ودياناتهم وانتماءاتهم المختلفة واليوم ونحن نحتفل بمرور أكثر من 40 عاما على ذكرى العاشر من رمضان نحاول أن نطرح هذا السؤال كيف يمكن أن يستعيد المصريين روح العاشر من رمضان هذه الروح بكل المعاني الجميلة التي حملتها في تلك الأيام اسمحوا لنا سنذهب سريعا إلى هذا التقرير ثم نعود بعد ذلك لنبدأ في تلقي الاتصالات والأراء المختلفة الشعب وقف وراء الجيش في الظروف ديت حتى تحقق السادس من أكتوبر العاشر من رمضان اللي احنا بنحتفل بي النهاردة وأنا استدعيت حالتنا اللي احنا فيها دي وبقرنها بشكل أو بآخر يعني بالتاريخ ده في الذكرى الثانية والأربعين لانتصار حرب السادس من أكتوبر التي وافقت آنذاك العاشر من رمضان طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بأن يستحضر ذكرى صمود معركة الكرامة والعبور كما ربط السيسي بين قدرة تحمل المصريين على المرور من الظروف الاقتصادية الصعبة والصمود أمام قرارات الحكومة الأخيرة للعبور من الظروف الصعبة الراهنة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في خطاب ذكرى العاشر من رمضان أن مصر في حالة حرب وتواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية فضلا عن مؤامرات من أطراف خارجية وداخلية لا تريد النجاح لمصر خصص السيسي جزءا كبيرا من خطابه لاستعراض الوضع الاقتصادي لمصر خاصة في ضوء قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض الدعم على بعض المنتجات البترولية التي صاحبها غضب بالشارع المصري موضحا أن قيمة عجز الموازنة الحالية كانت ستتعدى 300 مليار جنيه فضلا عن زيادة قيمة الفوائد الخاصة بالدين العام على الدولة وعلى الرغم من قرارات الحكومة الصعبة أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستقترد مبلغ 250 مليار جنيه لمحاولة سد العجز إلى حد ما داعيا المواطنين بعد مسارحتهم وتوضيح موقف الحكومة من القرارات الأخيرة إلى ضرورة مساندة ودعم الدولة لم يخلو خطاب السيسي من رسائل للفقراء والقادرين حيث نشد بضرورة تبرع رجال الأعمال لتحقيق المساهمة في البنية التحتية للدولة والمساعدة في إنهاء ظاهرة العشوائيات والبطالة إذن كيف يمكن استعادة روح العاشر من رمضان والاستفادة من هذه الروح في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذا هو محور حدثنا اليوم ونحن نحتفل بمرور أكثر من 40 عام على ذكرى العاشر من رمضان قبل أن نبدأ في تلقي الاتصالات اسمحوا لنا سنذهب سريعا إلى زميل رمضان المطعني والذي يتابع لنا مواقع التواصل الاجتماعي لنرى ما الذي ورد له حتى الآن من تعليقات تفضل رمضان بالفعل لميس فورة طرح سؤال حلقة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر جاءتنا العديد من ردود الأفعال والمشاركات من مشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ مع أي عيد الذي كتبت تقول هي نسبة الغلاء يا جماعة مش كتير أو في حاجات بسيطة بس المشكلة في الناس اللي بتستغل الظروف في كده وتغلب راحتها ودول لازم إحنا مع الحكومة نقف ليهم ونمنعهم أما محمود منصور الذي كتب يقول روح السادس من أكتوبر ممكن تعود بس بشرط واحد فقط هو إن الشعب يقترب من الله أكثر من الاقتراب من الإشعاد ساعتها هتعود روح العاشر من رمضان محمود منصور أبي يوسف أما عيد شعبان الذي كتب يقول بالإخلاص في القول والعمل وتفعيل مبدأ الإثار لأننا نحتاجه في مصرنا الحبيبة الآن أن نفعل مبدأ الإثار أما محمود الخواجة الذي كتب يقول بصراحة ناس تعبت قوي من ارتفاع الأسعار والأسف كتير من السلع لا يوجد آلية واضحة لضبط الأسعار فيها مثل الخضروات والفاكهة مثلا وبصراحة الارتفاع ده جاء مفاجئ للجميع لأنه حتى لم يأتي بالتدريج ولكن جاء ارتفاع كبير جدا فأنا أرى أن نصبر حتى نرى ثمرت جهود الحكومة الحالية ونتمنى أن تكون جادة فيما يصدر عنها من تصريحات أما حاتم يوسف الذي كتب يقول خطاب رائع جدا هو يقصد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وبسيط وواضح وإذا كنت فهمت فيه انذار أخير لمن تربحه من أموال الشعب طوال الثلاثين عاما الماضية بدفع مبالغ لصندوق تحيا مصر تعويضا عن فسادهم وإذا كنت فهمت خطاب رئيس يفتح ملف الأموال المنهوبة والفساد الملف في مئات مليارات الدولارات تسدد الديون وتضع مصر في صف الدول الغنية هناك ألف شخص نهبوا البلد وسرقوها ولديهم ثلثة ثروة البلد منهم مبارك وثروة مع أبنائه وزوجته ووزراء وقيادات الحزب الوطني وبعض رجال الأعمال المشاركين معهم في السرقة أما أيمن شعبان الذي كتب يقول استعادة روح العاشر من رمضان يجب أن يشعر كل مواطن بالمسؤولية ويراعي ضميره في عمله ويدرك أن مصر تمر بمرحلة أخطر من حرب أكتوبر فهي في حالة حرب اقتصادية أدوتها الإرهاب الذي يريد أن يستهدف السياحة وعدم الاستقرار وتكاتف المواطن مع جهزة الدولة وعدم سماعه إلى الإشاعات وللإنجرار وراء دعوات التحريض ضد مصالح الوطن فالمصريون عندما يشعرون بالخطر يكونون يدا واحدة كما حدث في ثورة الثلاثين من يونيو التي كانت أكبر انتصار سياسي في العصر الحديث وأكبر دليل على وعي الشعب المصري بالمخاطر وتحياتي لأسرة البرنامج ونحن نشكرك كمان أيمن أما إبراهيم شريف الذي كتب يقول كلام جميل أن نطالب الشعب باستعادة روح العاشر من رمضان حيث كان الجار يوزع الزائد على من السكر والشاي والدقيق لجاري والتكافل الاجتماعي كان في آخره من أجل حرب التحرير والكرمة أما الآن هل نطالب المواطن المصري الفقير بأن يستعيد روح العاشر من رمضان وراتبه لا يكفي حتى طعام أسرته وزميله في العمل في قطاع آخر يتسلم راتبا أضعافا مضعفة فأين العدل والمسواحة نستعيد روح العاشر من رمضان أما ناصر حجازي الذي كتب يقول مصر العظيمة تمر بمرحلة دقيقة جدا تتطلب من شرفاء شعبنا العظيم استعادة روح العاشر من رمضان المجيد والتي كانت ملحمة بوقوف الشعب مع جيشنا وخلف قيادتنا الوطنية وجدنا كل أبناء شعبنا يقدمون أرواحهم وأموالهم وجدنا شبابنا العظيم يخدمون الجيش والدفاع المدني كانت تهذه لميس بعض الأراء التي جاءتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإليك لميس لاستكمال الاتصالات شكرا رمضان إذن صور عديدة تجسدت في ذكرى أو في العاشر من رمضان تتمثل في الشراكة والتكاتف بين كافة أبناء الشعب المصري اسمحوا لنا سنترقى مجموعة من الاتصالات لنتحدث عن كيف يمكن الاستفادة وكيف يمكن إعادة بث هذه الروح من جديد في الشعب المصري سيكون معنا الأستاذ سمير راغب المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس وأيضا الدكتور الشيخ عبد العزيز النجار مدير شؤون الدعوة في مجمع البحوث الإسلامية لنبدأ بالأستاذ سمير راغب المحلل السياسي والاستراتيجي سمير الكثير يجدون أوجه تشابه بين الظروف التي تمر بها مصر الآن وبين ظروف مثل هذه الأيام في العاشر من رمضان من عام 73 مع اختلاف طبعا أن في تلك أيام كانت مواجهة عسكرية حقيقية ولكن الآن يقولون أن مصر أيضا تواجه حالة حرب الظروف الاقتصادية أيضا وما تبعها من هذه الاضطرابات الأمنية والسياسية هي مشابهة لتلك الظروف إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع هذه المقولة؟ حتى في حضرتك ونشوف البرنامج الحقيقة بس أنا عايز أضيف قبل ما أفسر أن حالة الشراكة والوحدة كانت من المحيط للخليج وليس من الجار لجاره عشان ما ننساش دور إخواننا العرب في دعمنا في حرب العاشر من رمضان 3 من أكتوبر بالإضافة لأنهم لازالوا بيدعمونا وبيدعمو خارطة الطريق فلا ننسا يعني دور العرب في العاشر من رمضان ودورهم معنا الآن ما يخص الآن نحن نحتاج لعبور جديد أنا دائما بأسمي الأشياء بأسمعها إحنا محتاجين لحالة العاشر من رمضان لكن إحنا مش عليها الآن حالة العاشر من رمضان كل الشعب كان في اتجاه واحد في اتجاه عدو واحد حتى المجرمين والخارجين على القانون يوم السادس من أكتوبر وعاشر من رمضان لم تسجل أقصام الشرطة جريمة واحدة حتى المجرمين والخارجين على القانون يعني ظهر فيهم حص وطني يولفوا مع وطن عكس ما نشهده الآن من حالة انقسام حالة إن كله يبحث عن مطالبه ويتناسى أو ينسى مطالب الوطن فنحن نحتاج لعبور جديد العبور الجديد لا يقل عن عبور أكتوبر طبعا هو عبور اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي لا يقل عن عبور أكتوبر نحن نحتاج لذلك بشدة هذا العبور الشعب المصري بيسدد حتى الآن فواتير حرب 73 و67 فلما نسدده احنا يبقى احنا شاركنا في حرب 73 يعني الطفل اللي اللي ما تولدش في حرب 73 وبيشارك الآن بالعمل وبأنه يوقف مع بلده وأنه يتحمل فهو بيشارك لا يقل مشاركته عن من حارب في 73 أنا سمعت خطاب المشير السيسي أنا الحقيقة أنا شايف أن الشعب المواطن العادي لابد أن يقص معه سنعود إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن دعني أنتقل إلى دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس دكتور جمال على ذكر خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي هو طالب جميع الشعب المصري أن تقف وراء الجيش المصري في الحرب الذي يخضها ضد الإرهاب هل تعتقد أن هذه الدعوات تلقى نفس الأذان ونفس الاهتمام كما كانت من قبل في حرب 73 وطبعا يعني أكد على أن الظروف التي تمر بها مصر ظروف غير عادية وظروف الحقيقة تشبه حرب 67 ومعاقبة وحرب 73 الحقيقة وهي ناتجة عن كرافمات طوال فترة حكم أنا والسادات وحسن مبارك الحقيقة من بعد تنفيذ سياسة المتاع الاقتصادي فنحن نمر بأجمات اقتصادية خطيرة غدت إلى ذلك الأزمة الناجمة عن محاولة الجماعة الإرهابية لسيطرة على المقدرات ومستقبل البلاد لذلك نحن أمام تحدياتها إلى من سنات هذا الشعب العظيم أن يحتشد خلف ضعيم أو خلف قائد مخلص في مواجهة مثل هذه الكوارث وأنا أسميها كوارث لأنه كل واحد فينا حتى أصلنا مدين فيما يتعلق بالدين الخارجي بتقريبا 15 ألف جميع فإذن نحن أمام أزمة اقتصادية خنقة وأمام إرهاب وأمام محاولات لتقصيل مصر والوطن العربي محاولة جرسة كما تطبق الآن في العراق وتطبقها في السودان ووضع سوريا ليس بعيدة عنها ولديها الآخر جالك الشرط الأساسي الذي يتقبل معه الشعب المصري ولما أقولي شعب المصري أنا أستخدم تعبير الشعب الحقيقي أو المصري الحقيقي أنا لا أتكلم عن المغامرين وعلى الاحتكاريين وعلى نهادي الفرص أنا أتكلم عن الشعب الحقيقي الذي يعشى بطراب هذه البلد وليس له مثال إلا في هذه البلد عندما أقول يحتفظ الشعب خلف قائده الشرط الأساسي الشفافية وهذا واضح جدا في الخطار سنتحدث عن هذه الشروط أكثر تفصيلا دعني أنتقل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار مدير شؤون الدعوة في مجمع البحوث الإسلامية فضيلة الشيخ كيف يمكن استعادة روح التكاتف والأخوة والشراكة التي كانت موجودة وروح التضحية التي كانت موجودة من قبل كيف يمكن استعادتها في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها مصر أعوذ بالله من الشيخان البلدين بسم الله الرحمن الرحيم هو حضرتك من السهل جدا علينا إذا استعادنا عزتنا ووطنياتنا من ديننا ومن إسلامنا سواء كنا مسلمين أو مسيحيين وأن نعلم أن الأذيان جميعاً من المقبوض ومن المختلط أنها تجمعنا ولا تتطرفنا لابد نعلم أن مصر الآن تمر بمنحنة خطير وأننا الآن في مرحلة تحتاج مننا أن نكون جميعاً على قلب رجل واحد حتى نستطيع أن نقاوم هؤلاء الأعداء الذين استحلوا الأوطان واستغلوا الشباب الذي ليس عندهم ثقافة جينية ولا ثقافة وطنية لكي يعبثوا بمقدرات الأمة ويفرقونا ويجعلونا الوقيعة بين الجيش والشعب فعلينا جميعاً كشعب بصري الآن أشد ما يكون إلى استعادة روح اكتوبر مرة أخرى حتى نستطيع أن نعبر بالبلاد إلى بر الأمان ونستطيع أن نحظم هذا الحائط الكبير الذي صنعه الأعداء بين أبناء الوطن الواحد مستغلين بعض الأحداث لكي يصلون إلى أغراض لهم فلابد الآن أن نجتمع وأن ننفذ قول الله عز وجل وأعتصم بحبل الله جميعاً ولا تفرصوا كيف يكون ذلك؟ لابد أن القائمين على أمر بلدنا الآن يعملون بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة لتجميع قوة الأمة الإسلامية والفجوة الموجودة الآن بين الشباب وبين الكبار لابد أن تضيط هذه الفجوة ولابد أن يستمع العقلاء من هذه البلد إلى صوت الشباب وأن يعلم الشباب أنهم في جهاد وأن الجهاد ليس على أرض المعركة وفقط وإنما جهاد الكثير من جهاد السلاح وأقوى من جهاد الأعداء الذين يحتلون الوطن فمن يحتلوا الوطن فنحن نعلمهم ونعرفهم ونعرف كيف نحاربهم وهناك خواعد وأصول لهذه الحرب أما هذه الحرب القذرة الآن على الشعب المصري هي لا تعرف جنوداً ولا تعرف خواعداً طيب فضيلة الشيخ بنسبة كبيرة أنت تحدثت عن دور المواطن ذكرت بالتأكيد دور المسؤولين ولكن سنتحدث أكثر تفصيلاً عن المطلوب في الفترة القادمة من الحاكم ومن المسؤولين دعني أنتقل مرة أخرى إلى الأستاذ سمير راغب المحلل السياسي والاستراتيجي سمير كنت قد بدأت الحديث عن رؤيتك لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في ذكرى العاشر من رمضان تفضل وطبعاً أنا بس أعجب ألف تنظر المواطن العادي المشير على الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بيحارب عشان يطبق الحد الأقصى في هذه الحرب يعني حيغسر قوة فاعلة في المجتمع وفي أجهزة في الدولة فمش من المفترض أن المواطن الرئيس بيحارب عشانه عشان يأخذ من الفقير ويعمل العدانة الاجتماعية فيقوم المواطن نفسه يبقى في موقف مش مسارد للمشير على الفتاح السيسي على فكرة أنا سياسي مستقل ومعروف عني وبرنامجهم بيشهد بدا أنا بقول شهارة حق الراجل بيبغل أقصى جهر عشان لابد أن يدرك الجميع أن احنا التشابه ما بيننا ما بين حرب أكتوبر أن احنا لا نملك البديل في أكتوبر ما كناش نملك البديل إلا عبور قناة سويس ورفع عالم فوق سيناء المرة دي لا نملك إلا الإصلاح الاقتصادي إذا لم نقوم بالإصلاح الاقتصادي ونتحمل ستتحول مصر الدولة فشلة ستتحول مصر الدولة تعلن إفلاسها فيفق الجنيه المصري تمنوا أمام العملات الحرة لابد أن يركز كل عناصر القوى في الدولة ولها الإعلام على أننا لا نملك البديل إذا أدرك الشعب أنه لا يملك البديل فسيتحد الشعب وسيستحضر روح لعشر من رمضان السادس من أكتوبر لكن طول ما الإعلام أو بعض الإعلام شغل نفسه بالجذل والخلافات وخلافه علينا أن نتحد جميعا القوى السياسية منظمات مجتمع مدن إعلام شخصات مستقلة لكي نسقف الجميع ونعلم الجميع أننا لا نملك رفاهية البديل الإصلاحات الاقتصاديات لا بد منها هذه كانت واضحة وأنا بحيي السيد عرفتاح الشيسي أنه رجع للطريقة التي نعتدد عليها في مخطبته لنا الخطاب الذي قدر يوصل للجميع وأنا في الحقيقة أنا شاهدت في عين الرجل وما يعني الخطر الذي يراه وقد لا يراه الكثير من المواطنين يعني نوحد شاهد الخطاب مرة أخرى ويدقق في الكلام أنا أقول للمواطن العاد وليس المحللين سترى في عين الرجل سترى في أيضا الرجل ما لا يراه الكثير من خطر يحاجب هذا الوطن علينا جميعا أن ننتبه بعد فشل التظاهرات فعلينا أن نصلح الاقتصاد كفانة عبس كفانة تظاهرات كفانة وقفات احتجابية ولا نضغط على النظام حتى لا يلجأ النظام للأمن فيعود الخارجون عن الصفاف الوطني ليقولوا لقد عادت دولة القمر على المواطن العادي على الملايين اللي خرجت للسناديق أن يقفوا ولا يعتمدوا على الغير علينا جميعا نصطف كل فرد يقوم بدوره الأستاذ سمير راغب المحل السياسي والاستراتيجي أشكرك شكرا جزيلا انتقل مرة أخرى إلى الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس دكتور جمال كنت في المرة السابقة قد بدأت الحديث عن الشروط المطلوبة ومن أساسها الشفافية حتى يتم التكاتف والترابط والتلاحم مرة أخرى تمام يعني أنا أراكد على أنه الأسلوب الذي يتابعه رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي الحقيقة أسلوب رائع جدا في الشفافية في طرح المشكلات لكن وأنا أتمنى أن يعني يزيد من هذا الأسلوب هيعرض مشكلات نصر بتفاصيلها أمام الشعب وكله ويشرك مراكز الفكرة ومراكز البحوث في مؤتمرات جماهيرية يعرف فيها المشكلات وكيفية حالها لأنه الشعب لن يحتشد إلا ما إذا تم توسيل المخاطر الحقيقية إليه الأمر الثاني الشعب يحتشد إذا ما شعر بالعدل إذا ما تحققت العدال الاجتماعية إذا ما أخرج كما وعد من الاتبال الرأس الماليين ورجال المال والأعمال أخرج منهم بصرياتهم وشاركوا في معالجة الأزمات للتصوير التي تعاني منها مصر فبالتالي الشفافية شرط أساسي للإستفاة فوق الاحتشاد الأمر الثاني أنه في فترة قريبة يجب أن يتم تزويد الفوارق التبقية لأنه يعني على لسان الفقراء هذا الوطن دايما يوضده طيب ما يأخذ من الأغنياء يعني ليس لدينا ما نعطيه أكثر يأخذ من الأغنياء هناك شروط أخرى متعلقة بدور المؤسسات التنشئة الاجتماعية وخاصة الإعلام وما يمارس الجنبور لتنبيه الشعب المصري لتأتي وطبقاتي وشرائحي المختلفة أننا أمام أجمة حقيقية وأمام فرصة تاريخية إن لم ننتهز الفرصة التاريخية فإنه أحفظنا سيلعنون هذه الأيام وسيلعنون الدول اللي احنا فشلنا في اندهازه وبالتالي يجب أن ننجح في انتهاز الفرصة التاريخية والانتقال في البلاد إلى مرحلة جديدة يعني الإعلام هنا مسؤولية الحقيقة مسؤولية كبيرة جداً تضعف إلى مسؤولية الأسرة ومسؤولية وباقي أطراف المكتوبة بشكل عام دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجماعة عين شمس أشكرك شكراً جزيلاً أنتقل مرة أخيرة إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار مدير شؤون الدعوة في بجمع البحوث الإسلامية فضيلة الشيخ كنت تتحدث بالأساس في الفقرة السابقة عن دور المواطن في الفترة القادمة نولدنا نتحدث الآن عن دور الحاكم ودور المسؤولين في الفترة القادمة لعودة المواطنين مرة أخرى لاستفاف وراء الجيش وراء الحكومة وراء القرارات التي يتم اتخاذها حتى لو هناك بعض الاعتراضات عليها طيب بالتأكيد صحة دوريسك يعني عرصي خضية مهمة جداً هو دور الحاكم ودور الحاكم أو الشقومة بشفة عامة يعني هي التي ستجدر المواطن على الإنسان وعلى الشعور بأنه في الجهات حال دور كان القادة يفتقدمون الجنود وما كانش القادة مميزين والجنود غير مميزين كان الكل واحد حيث أوصل لذلك في عجالة حتى لا أضيع وقت أن على الحكومة أن تحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وطورة ليس تأجيل ينفعش النهاردة أنا لايس وخويا هايو النهاردة ما ينفعش أن أنا أصلح اقتصاد بلد من دم الفقراء وعلى الفقراء وقوله أنه لصالح الفقراء ننفعش أجل القوات المحادي وقوله أنه نهاردة في حرب وأنه نحن تعملين من فضلك شغل لنبا واحدة بينما جاري يشغل سكيفات ويشغل وعيش لابد أن يكون هناك عدالة ولابد أن يتحمل كل واحد مننا دورة لابد من الآن كما تنم تحديد الحد الأكثر لفاح المجال والفرصة أمام الشباب وهذا لا يكون إلا بإلغاء الكم الهائل من المستشارين الذين من خارج العمل أقصد المستشارين في المصارح الهنمية وليس المستشارين في الخضاء هؤلاء كان هائل ولا دورة لهم ولا فائدة لهم في جميع المصالح ويحصلون على أموال كثيرة جدا لو استطعنا أن نحن نوفر هذه الأموال من الآن ونستغني عن هؤلاء الذين قاموا بدورهم ومنهم مشكلين وقفر خيركم ادوا الفرصة وادوا المجال لغيركم ووفروا الفلوس دي لتلافكم وما تستنوش أن حد يطلع قرار بأنه كنت تطلقوا المليارات اللي بتاخدوها لصالح مصر وإذا أردتم أن تعملوا فعليكم أن تعملوا بدون مصاد اللي أن مصر تجدكم وجيه الضر عليكم وإن مصر النهاردة أنا كمواطن ما تطلبيش مني النهاردة كحكومة أن أنا أجاهد وأن أنا أعمل تقشف وأن أنا أشتغل وأنا شايف القيادات بتاعتي بتقبط بالمبالغ كبيرة وتعيش في رفاهية غير عادية وليس عندهم تقشف وليس عندهم أداء للعمل ثم تطالبين بذلك إذن لابد أن تتحقق المشاوات وأن الفجوة بين الفقراء وبين الأغنياء أقول الأغنياء اللي هما من كبار الموظفين وليس من كبار رجل الأعمال رجل الأعمال يعمل ويكسب والدولة تأخذ منه ضرائب وتأمينات وتأخذ حقات ولكن أقول من العاملين في خطار الدولة خاصة لابد أن تذكر الفجوة أنا موظف أخذ ألفين جنيه وأنا اللي بشتغل والمدير بتاعي أخذ مليون واثنين مليون جنيه وأنه هو أنا اللي بقوم بتاع حتى تتحقق العدلة الاجتماعية وهي كانت من أهم من مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير وأيضا في ثورة الثلاثين من يونيو الشيخ عبد العزيز النجار مدير شؤون الدعوة في مدمع البحوث الإسلامية أشكرك شكرا جزيلا الشكر موصول أيضا للأستاذ سبيل راغب المحلل السياسي والاستراتيجي والدكتور جمال شقر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس إذن المشاهدين كانت هذه مجموعة من الأراء المختلفة حول هذا الموضوع سنذهب سريعا مرة أخرى إلى زميلي رمضان المطعني والذي يتابع لنا صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي لنرى ما الذي ورد له حتى الآن من تعليقات تفضل رمضان نعم لميس انقسمت أراء مشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى عدة أراء فريق الأول يرى أن استعاد التروح العاشر مائا من رمضان يجب أن تكون في ذلك التوقيت الصعب الذي تمر به البلاد وهو ومن الدوافع التي ألقوا بها في هذا الاتجاه أن الموازنة العامة للدولة أصبحت لا تحتمل أي شيء ويجب أن نأتي على أنفسنا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد وذكروا أيضا أن نسبة الاقتراض للموازنة العامة لتخفيض العجز بها وهو ما يدفع البلاد ووزارة المالية لدفع الكثير من الفوائد على هذه الديون هذا فريق لميس أما الفريق الآخر الذي يرى أن عدم أن تلك الإجراءات التي اتخذت في الأيام الماضية التي رأاها أنها تأتي كلها على الفقير المعدم وهو الذي يأتي عليها كل شيء في البلاد ولكن أولا قالوا أنه يجب أغذ الأغذ من رجال الأعمال وهو فرض الضرائب على الأغنياء والبحث في الصندوق الخاصة وما بها مئة أموال والشفافية مع الشعب أما موضوع لميس زيادة الأسعار فهو له الغلب الأكثر على المشاركات التي جاءتنا على الفيسبوك وتويتر كانت هذه لميس بعض التوجهات وبعض الأراء التي استعرضناها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر إليك لميس شكرا رمضان إذن مجموعة من الأراء حول كيفية التكاتف وعودة الروح مرة أخرى روح العاشر من رمضان لهذا الشعب ليعود مرة أخرى للإستفاف من جديد والتكاتف وبث روح التضحية من جديد سيكون معنا مجموعة من الاتصالات في هذه الفقرة أيضا سيكون معنا الدكتور أحمد فؤاد الكاتب والمحلل السياسي وأيضا الأستاذ صلاح هاشم أستاذ الاجتماع نبدأ بالدكتور أحمد فؤاد الدكتور أحمد يعني أعيد عليك سؤال كنت سألته من قبل وهو مدى تشابه الظروف التي تعيشها مصر الآن بالظروف التي كانت في عام 73 مع اختلاف طبعا أن في ذلك الوقت كانت هناك مواجهة عسكرية حقيقية ولكن مصر الآن تعيش أيضا حالة حرب مع الإرهاب ظروف اقتصادية صعبة جدا إلى أي مدى تتشابه هذه الظروف تبه لدرجة من المعركة نعم تهي بس لبعد المعركة في الثالث في أكتور 73 لكن من الواضح لأنها لا تتأخر الشروف بدليل أن احنا اتفاعدنا إسجادة كاملة على سينا منذ عامين من قطرة الأخيرة لتتاعت المرحلة الانتقامية بسطت نص سيادتها الكاملة لأو مرة على سينا النهار ده أنا أتكلم حضرتك في مؤتمر هام للشلام في إسرائيل بين خفين وفي أوباما مواجهة كلمة رئيس الفلسطيني مواجهة كلمة الصراع مستمر لكن ليه أوجه مختلف المشترك بين أكتور 73 بين العاشر من رمضان واليوم أن المصري بيظهر معدنه الأصيل عند التحدي المسألة محتاجة إدارة صراع على خلفية علمية محتاجة تضافر للجهود لما نلاقي مساء علمية اخترعوا قطة وأسقط لما نلاقي استخدام اللغة النوبية اللي بلولوم كلهم طريبين مبارح اليوم العالمي لللغة النوبية وكتم تكريم صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كلا كلكي ده اختوب علمي ده تضافر جهود ده توزيع للجهود ده أيضا مواجهة للتحدي ويستخد إلى درجة المعجزة المصري يعلم العالم طول تاريخه ودلوقتي أمامه تحدي تاريخي من التعييد مكانتنا على الساحة العالمية مش تحت تحدي فقط بنكساز منحنة خطر قدامنا تحدي الأفاد قدامنا بتزاز غرضي قدامنا حدود يعني محل خطر من ناحية شرقية ومن ناحية الغرضية وأيضا من الجنوب في مشاكل فبالتالي في مشاكل عالمياه من يل ترضي ان كيان الدولة نفسه على المحاكل وهنا يظهر الماء المقص الأقليل ويقوب الجميع تراح الرجل الشارع عنده خبرة عنده وعي ويدرك انه حال الوقت للتفزر الشعبي حال الوقت اللي سيتخرج لكي يبذل مزيد من الجهد والتعب واستطيعنا نحن لسترد القرامة قبل الأساسي الدكتور أحمد فؤاد الكاتب والمحل السياسي شكرا جزيلا انتقل لكي دكتور صلاح هاشم أستاذ علم الاجتماع دكتور صلاح على ما يبدو الكل يتحدث عن خصائص كان يتميز بها المواطن المصري في أثناء حرب 73 وذكرى العاشر من رمضان يعني أحد أضيوف الكرام ذكرنا بواقعة هامة جدا وهي أن في أثناء هذه الفترة لم تسجل حتى حالات جريمة في أقسام الشرطة كيف يمكن استعادة هذه الروح من جديد كيف يمكن أن يصطف الشعب المصري مرة أقرى وراء جيشه وراء قاداته كيف يمكن ذلك وطبعا خليني أقول أنه فتر 73 كانت فترة مخالف طبعا في تاريخ مصر الحديث حول زعيم وطن واحد تماما بأنه يعمل فقط صالح مصر وكان العدو واحد وهو العدو الإسرائيلي موجود يبقى كان في توفف داخلي على شركة وطنية قيادية قادرة أو يسق المجتمع والشعب المصري في أنها قادرة على تجاوز المرحلة ثم كان عدو واحد واحد في اتسار وحالة حصرة فيما حدث في سبعة وستسين وفاة الزعيم عبد الناصر سنة تابعين فكان في ظروف تنسانية وظروف سياسية وظروف اجتماعية مختلفة تماما الزعيم واحد يتمنى ناجد داخل الشارع المصري في توحد كبير جدا العدو محدد ومعروف والهدف محدد ومعروف وبالتالي أنه كان الشعب المصري كله حافظ بيئة الأزمة وكله يسعى بكل الصرق على حلها الوضع الآن اختلف لأنه أولا العزو أصبح كثير جدا نحن زي الأعباء كبيرة جدا أعباء مرئيين والبعض الأخ مرئيين هي حرب باردة ولكنها حرب موجودة بما تكون أصعب كثير جدا عن حرب السابرين لأننا مش عارف من عدم دوات الشمال ولا الجنوب ولا والخارج فالأعباء الخارجين كثير لدرجة أنك عندك قطر بتحربك من ناحية بتحربك من ناحية الثالثة رمش عارف أمريكا الثالثة إسرائيل والعدو الوحيد الظاهر ألا يعطي هذا عب أكبر على المسؤولين وعلى الحكومة وعلى القيادة للم الشمل من جديد طبعا ما نلسى حتما فيها تفضل الحتة الثانية أنه حالة انتتام موجودة الداخلية والناس مش قادرة تدرك إن ناحنا قدام تحدي كبير جدا ربما يتقلق كثير عن تحدي تات وتبعين إحنا دلوقتي عندنا الشبح للأزمة الاقتصادية التي إن وجدت فشوف تنبق بثورة جديدة معنى ذلك إن حقود مصر اقتصادية معناها عركريا معنى ذلك حالة الانتصال إن وجدت فترة أطول من ذلك معنى ذلك إن انهيار مصر عسكريا وسياسيا وده يخلي كل المتصرعين على الرغيف النصري أو على المكسب النصري أو على الخير النصري وكثار جدا في تقسيم نحن قدام خطة راسية دولية وتقسيم مصر كما تسع تقسيم إيران وتقسيم توريا وتقسيم المنطقة الشيخ وأوصل جديدة نحن أمام تحدي كبير هل المجتمع المصري أدرك ذلك أنا أتصور إنه الصباح المصري الموجود تاكفل جير تقليدية وعلى الفيادة المصرية التي تحمل العيد الأكبر للفقراء أنا في البداية في التعليم جنيه حضرتك كان بيقول إنه يتحمل الفقراء أنا شايف فعلا المسألة الفقراء هما الذين يتحملون البريكة الغلاء وعلى السياسة المصرية في حاجات كتيرة جدا نظهر إننا أرفع الأسعار المغلقة اللي يتجاوز عددها أربعة ثلاث ثمية وثلاث مصنع مغلق ومشرد العمل بتاعها في ضم السناديق المتخصصة المتوفر للتاولة حوالي خمسين مليار سنويا يمكن أكثر أو يعادل زيادة غلاء الأسعار في إننا أرفع التكلفة بتاعت الغلاء على الأغنياء أنا بأخذ حضرية الأغنياء سبعة في المئة فقط من تكلفة التفاعل الأسعار يعني لما يدفع واحد بيمون بخمسة جنيه خمسة وتمانين قرش بتاكنيه ربع يأخذ منه نص جميل واحد كان بيمون بستين قرش بأخذ منه بثين وستين قرش أو بثين جنيه أو مية وستين قرش يبقى أنا بحمل الفقصير أربعة وستين في المئة لما تتكلفة هناك العديد من الأفكار التي يتم مناقشتها في الكثير من وسائل الإعلام نرجو أن تكون هناك أذان صاغية لهذه الأفكار الدكتور صلاح هاشم أستاذ علم الاجتماع أشكرك شكرا جزيلا الشكر موصول أيضا إلى الدكتور أحمد فؤاد الكاتب والمحلل السياسي إذن مشاهدين يبدو أن الحديث لا ينقطع عن الأزمة الاقتصادية وعن الأفكار المطروحة للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية كما ذكر ضيوفنا أيضا ونحن نتحدث عن ذكرى العاشر من رمضان وفي هذا الإطار أيضا تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في الأيام الماضية لمواجهة هذه المشاكل الاقتصادية ولهذا نحن نطرح جدا في حلقة الغد سؤال حول رؤيتك للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لسد عجز الموازنة في التذار أراءكم المختلفة حول موضوع الغد إلى اللقاء